الحياة في موضوع تاني لسه جايلي حالا فانا هاخده من التليفون عشان خطر يعني الموضوع مهم فاكرين حضراتكم مبارح واول مبارح اتكلمنا على بلومبرج وحكت لكم ان بلومبرج يا مضللة يا مضللة الحياة انا مقولتش كده انا عشان بس ابقى واضح انا قلت انها مضللة مقولتش انها مضللة بس يبدو انها مضللة حسب كلامهم في رسالة مبعوتة للأستاذ دياء رشوان عنوانها كوركتد بلومبرج فيسبوك بوست او تصحيح لما ورد على الفيسبوك من بلومبرج اللي بعتها ده واحدة اسمها لورا زيلينكو بتقول انها الرئيسة العالمية للمقاييس والمعايير التحريرية لبلومبرج وهي مكانها في نيويورك وبتقول انا بكتب هذا كلام فيما يتعلق بما جاء على السوشيل ميديا او التواصل الاجتماعي مما يرتبط بالقصة اللي نشرناها يوم 27 ابريل وهي عن استثمار دولة الامارات العربية ل35 مليار دولار في مصر وبتقول ان الاماراتية عندهم حالة من حالات النهم في الشراء نود ان نعلمكم اننا قمنا بتصحيح ما نشر اه في اربع بوستات موجودين على الفيسبوك خاصين ببلومبرج والصفحات الاصلية لم تلاقي المقاييس والمعايير التحريرية وتصحيحتها اه كانت لتوضيح ذلك ارجو ان تعلموا ايضا ان البوست الاساسية كان يقوم بها عدد من الناس من العاملين في بلومبرج من خارج مصر الحقيقة يعني ماشي الاعتراف بالحق فضيلة والاعتراف بالخطأ شيء مهم جدا خصوصا لو المؤسسة المفروض ان يكون لها اه سمعة عالمية لكن الكلام بتاع اصل اللي كتبه مهماش في بلومبرج ده كلام برضو ما يصحش ان هو يتقال يعني قناة دي ام سي مسؤولة عن اللي انا بقوله انا مسؤول عن الزملائي في الاعداد بيجهزوه فكل واحد المفروض ان هو يتحمل مسؤوليته لو انا كان معايا حد زميل في الاعداد من خارج فريق العمل وانا وافقت ان يكون موجود فاحنا بالتالي لابد اننا يعني نبقى نقول نحن مسؤولون عما فعله مش اصلهم مش تبعنا طب رفدتوهم طب مشتوهم طب عملتوا فيهم ايه مش مهم